الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في ظل الأحداث الجارية من المهم جدا أن يعرف الإنسان ما هو مطلوب منه شخصيا وأن لا يلقي باللائمة على غيره قبل أن ينظر في نفسه هل فعل ما هو مطلوب منه أولا أم لا ولا يكفي الإنسان أن يلقي باللائمة على أنظمة سياسية أو حركات أو جماعات حركية أو مهما يكن دون أن ينظر في نفسه وما هو مطلوب منه وهذا من المعيب ومن قلة الأدب ومن قلة العقل أن يفعل الإنسان أي من هذا في أي من مساحات الحياة فهذا في أي موقف في مواقف الحياة في حياتك الاجتماعية المهنية الأكاديمية الزوجية التربوية مهما يكن فإن لم تنظر في نفسك أولا ما المطلوب منك ابتداءا قبل أن تنظر في غيرك ما هو مطلوب منه فهذا مما لا يمغي وإنما أحدثكم بما أحدثكم به اليوم في دروس وعبار قد نستخرجها من الأحداث التي تحصل والإجرام الذي يحصل والدماء التي تسيل أني نظرت في نفسي ما المطلوب مني بيني وبين نفسي ثم نظرت إن كان شيء من هذا قد يكون مطلوب مني أن أحدث به الناس عموما ومن أنا لأحدثك كل الناس وإنما أحدث من يسمع الكلام من يسمع من كلامي شيئا فيستفيد منه فأفعل ما بوسعي قدر لإن كان فقلت لعلي أذكركم وأذكر نفسي بهذه المعاني ومن أهمها أمور متعلقة بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى وأمور متعلقة بالتعامل مع أنفسنا مع ذواتنا وأمور متعلقة بالتعامل مع الواقع وأبدأ بالأمور المتعلقة بالبعيد بالتعامل مع الناس فمن لم تعلمه هذه الأحداث أن الإعداد ضرورة للقوة والتمكين فقد أساء الفهم أو لعله يصر أن لا يفهم ففكرة الإعداد الله عز وجل الذي أمرنا به وأعدوا له ما استطعتم الإعداد بقدر الاستطاعة وأنه أحد أهم الأسباب للتمكين نحن لا نعتمد على الأسباب نحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكلنا أولا وآخرا على الله ولكن أي أمة هذه التي ستنتصر توكلا على الله من غير طاعة أمر الله فهذا لا يكون ولم يعدنا الله عز وجل بذلك وإنما أمرنا بأن نأخذ الأسباب وأن نعد وإعداد القوة هذا فيه درجات ومراتب وتفصيل وكل بحسب مكانه ومكانته وما يستطيع ولكن أنا أريد أن يحدث كل منا نفسه أنا أتكلم عن المستوى الشخصي أنت إذا ليس لديك أقل القليل من الإعداد أن تكون قويا في نفسك قويا في مجتمعك قويا في المادي أن تستطيع أن تعيل وطبعا كل الأرزاق الله عز وجل يقسمها لكن أنت تأخذ بالأسباب أن تكون يا رجل يا رجل شوف على الأقل أن لا تكون سبب هزيمة في هذه الأمة إذا لا تستطيع أو لا تريد أن تكون سبب نصر فلا تكون سبب هزيمة ويخلف عليك كيف تعرف أنك سبب هزيمة إذا كنت من مدمني المعاصي والمجاهدين بها فأنت من أهم أسباب الهزيمة وأنت من الأعداء مع الأعداء في صف الأعداء شئت أما بيت تبجح بالشعارات التي تريدها واكتب ما تريد وانشر ما تريد وفعل ما تريد ولكنك سبب من أسباب الهزيمة شئت أما بيت فانظر في نفسك وانظر في معاصيك قد تقول لما علاقة هذا فهذا فيه تفصيل طويل لكن إذا كنت لا تدرك العلاقة هذه مصيبة هذه مصيبة أصلا ثم هناك أمور تكون فيها سبب للهزيمة بشكل حتى سببي مباشر سبب واضح يعرفه العيان فمثلا أنت من جماعة الأحزاب والتيارات والوطنيات والتحزبات التي تفرق الأمة التي تفرق الأمة لا بناء على العقيدة وإنما بناء على الحزبيات الضيقة أو الوطنيات المتخلفة أو القوميات الضيقة ففكرة أنا من قوم فنان والقبيلة الفلانية وتبع الحزب الفلاني والتيار الفلاني ولا الفريق الفلاني إذا كنت من هؤلاء فأنت سبب من أسباب الهزيمة الله عز وجل أمرنا أن لا نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا فمتى ما دعاك مسلم لكتاب الله وسنة رسوله وللاجتماع عليه ورفضت هذا بأي دعوة كانت بدعوة وطنية حزبية حركية مصلحية بزعمك أنت سبب من أسباب الهزيمة وأنت في صف العدو وأنت في صف العدو إذا لم تفهم هذا في سياق هذه الأحداث والله ما أدري ما تستفهم ما أدري ما تستفهم أنا عادة خطابي أحدث به خاص الجيل الذي لعله لم يعيش أحداثا كثيرة وإلا الأجيال السابقة منهم يكبرون بعقد والعقدين والثلاثة قد شاهدوا مثل هذه المذابح وغيرها ترى ومنهم من فقه ومنهم من لم يفقه ولا عمره رحيفا ولكن هذه الأحداث لعلها جديدة وحديثة لكثير من إخواننا يعني جيل موليد ألفين وقبل ذلك بقليل وبعده بقليل فلم يرى من الجراحات الكثير ولكن لما أحدثك بهذا لأقول لك أنه سبقك من سبقك في العنتريات والسوليف الفاضي ولم يتعلم ولم يفعل شيء لأنه في شغل حكي وبقي سبب من أسباب الهزيمة وخنجر يطعن في خاصرة الأمة ولم ينصر الدين ولم يرفعها الراية ولم يفعل شيء فتحذر لعل من أهم الأمور التي علينا أن نستحضرها في هذا السياق مرة أخرى كل هذا أتكلم فيه في سياق أن لا تكون سبب هزيمة بس لا أقول أن تنصر أن لا تكون سبب هزيمة بس فالمقاطعة ليست نصر مثلا المقاطعة المعدية ليست نصر المقاطعة فقط لكي لا تكون في صف العدو يا فهمان فلكي لا تكون سبب من أسباب الهزيمة استجابتك للفتن التي تقوم فيها كثير من الحسابات الصهيونية وأتباعها الزباب الإلكتروني وهناك أجهزة كاملة تدفع لها الرواتب السخية لتقوم فقط في الفتن بين المسلمين وأنت كالمغفل تستجيب لهذا فتجد بيدخل بيشتم عليك أنت مغربي بيشتم عليك أنه هو جزائري كذا وليبي مصري فلسطيني أردني كويتي سعودي يمني وأنت بتستجيب لهذا مغفل فضلا أن بعض الأشياء التي متعلقة بالقومية مثلا عربي كردي كذا وتستجيب أنت كالمغفل بل حتى دخلوا في الفتن الداخلية التي في كثير منها نعم في حق وباطل لكن أنت تدخل فيها كالمغفل في هذه الفتن وأنت لا تعرف ولا تعقل ولا تحسن التعامل حتى بين موضوع الشيعة وسنة سلفية وأشاعر تفكر أهل الفتن هذا شغلهم وانتهبيني كم أنت تفيري فهناك حسابات مخصصة لهذا بل هناك فتن ترى قد تظهر أنها ضيقة ولا يعرف عنها العدو ولكن العدو عنده أجهزة يراقبها هذه فكرة الحدادية ومش عارفه تفكر العدو لا يستغل هذا ولا يعمل عليه وانت كالمغفل تستجيب لهذا وهم يقولون وما هم يقولون فرؤوسهم لا يقول هذا القول من وين جبت هذا من الزباب الإلكتروني مغفل سبب للهزيمة سبب للهزيمة أخوك يبسط يده ليتعاون معك حتى لو كنت تختلف معه لكن أنت لا تروح تستجيب لأهل الفتن ما كذا تريد هكذا تريد لأنك سبب للهزيمة وما بدك تفهم من الأمور المهمة التي تتعلمها في هذا السياق في التعامل مع غيرك وتكلم التعامل مع الواقع أن الاستفافات ليست أبيض وأسود وأن كما مع الحق ومع الباطل هذا في القيم وفي المعاني وفي الحق المجرد أما على أرض الواقع أحيانا يكون إنسان عنده شيء من الحق وشيء من الباطل فتقف معه في الحق الذي معه وتقف ضده في الباطل الذي معه بس ولا يجرمك أشناء وقمن على أن تعدل العدل لأنه غير هيك بتكون سبب من أسباب الهزيمة والفتنة الأحداث تعلمك أن هناك من يخطئ ويتعلم وهناك من يخطئ ولا يتعلم وهناك من يراقب غيره عندما يخطئون فيتعلم من أخطائهم وهذا الكيس الكيس والفاهم والعاقل الذي يتعلم من أخطاء غيره ولكن هناك من لا يتعلم لا من أخطاء غيره ولا من أخطاء نفسه ولا من المصائب التي تقع على غيره ولا على نفسه هذا غلط الكيس يتعلم من الأحداث أن العنتريات إن لم يكن لها واقع تستطيع تحمل تبعاته تتأدب كثير من الناس اليوم بدهم جهاد وانتصرنا وإيش انتصرنا دماء إخوانك تسئيل إخوانك يقطعون في الشوارع يجوعون ويقصفون ويهانون وانت عايش لعبة انت على مقاعدة متفرجين انتصروا انتصروا فجروا طخوا وفجروا عشرة وألف قتلوا من إخوانك هل ألفنا بواحد منهم ألف من إخواننا بواحد من عدونا هذا احنا هكذا صارت قيمة دمائنا ليش؟ عن تريات لأنه ما بدنا نعترف أنه تمام فيه إخطاء كممكن نفكر فيها نفكر بس ما في داعي تدينها حتى تفكر فيها تراجعها تراجع تبعاتها لا ما في داعي نفكر إلا التياسة أعاية من يداويها فهذا اللي تفكر فيه هذا اللي تفكر فيه من الدروس التي نتعلمها أيضا في التعامل مع الواقع أن رجال الدين ورجال السياسة والإعلام كلهم عرضة للتلاعب إذا جاء الأمر للمصالح والحزبيات والتيارات وأنت لست تتبع لا لفلان ولا لعلان ولا للتيار الفلاني ولا للحزب الفلاني أنت المفروض تكون تبع على الحق ضد الفلان ضد العلان مش هذا همك إذا أردت أن تفهم إذا ما أردت أن تفهم ما بتطلع بهذا الفكر أبدا من الدروس المهمة التي عليك أن تتعلمها في هذا السياق في تعاملك مع نفسك أن وهذا العلق تفكر فيه يعني لو فكرت فيه للحظة ستجد أن من إخواننا من كان عنده أحلام وطموحات وتصورات لمستقبله ومستقبل أسرته ثم جاءت الحرب فتوقف كل هذا وهذه هي الدنيا هذا لا تتعلمه لنفسك أن الدنيا سبحان الله قد تفجأك بأشياء قد لا تكون حرب قد يكون مرض قد يكون موت فجأة قد يكون حادث سيارة قد يكون أي شيء فلا تأمن في الدنيا لا تأمن هذه الدنيا هذه الدنيا تغرك حقبة و سبحان الله يعني هذه الدنيا فتتعلم وتجهز لنفسك ماذا قدمت ماذا قدمت لأن أظن أشد الناس فرحا في الأحداث التي حصلت مع إخواننا منهم من أبضى إلى ما قدم وكان قد أحسن العمل بس من الأمور التي تتعلمها في هذا السياق كيف تتعامل مع أقدار الله وهذا بإذن قلنا النقطة التي تليها العالم مباشرة أن تقللها وهي في التعاون مع الله هذه كلها أقدار الله سبحانه وتعالى ومن نصر إلى من عند الله نحسن الظن بالله ونرجو أن نصر من عند الله هذا لا يمنعنا من النقطة التي ذكرناها في موضوع مراجعة الأخطاء والاستفادة منها والابتعاد عن التحزبات الضيقة والعنتريات الفارغة بل نعرف أن ما الذي كان ينبغي وما الذي لا ينبغي ونفهم ونتفكر في ماذا كان الأفضل أن يفعل وما الذي لا يفعل وما الأمور التي أودت بنا إلى هنا وكيف يمكن أن نعالج هذا في المستقبل قد تكون أنت كإنسان عامي أصلا ليس لك علاقة في كل هذا وليس لك حكم فيه وليس لك علاقة فيه فتترك هذا عنك وترضى بإقدار الله وتمشي لكن من هو مهتم في الجانب الفكري يفكر ويراجع وهو ولا يلتزم العنتريات الفارغة لأن وجدنا من إخواننا ناس عندهم قصور عقلي بالغ قصور عقلي بالغ يقرأ الواقع والطوفان والطوفان الذي سيغير وجه التاريخ تمام فنفترض أنه سيغير وجه التاريخ لا تجعل هذا هو حكمة من فعل هذا في حكمة من أرادها هذا إذا كان من حكمة تقرأها في أقدار الله نعم حكمة الحكيم سبحانه وتعالى لكن أن تجعل هذا هو ما أراده مثلا المقاومون ومش عارف إيش فهذا أصلا إجرام في حقهم إجرام في حقهم هو من وجه أنت تفكر حسن ظن من عندك لكن أنت أحسن تظن أنهم عباقرة ويحسنون ما يفعلون ولكن هو اتهامهم بأنهم خانوا الأمة وأجرموا في حقها لمجرد عن ثريات فترك عن كهد فتقرأ الأقدار والحكمة من ذلك وكيفية الاستفادة منها في أبلغ ما يمكن من وجه والإشكالات وقراءة الواقع من وجه آخر كيف يمكن يعني نعالجها في المستقبل كيف يمكن قراءة الواقع في المستقبل الإشكاليات التي أدت إلى النظر بهذه الطريقة وهكذا فنحن لسنا ممن يعني يراجع الأقدار ليندم عليها لمجرد الندم والتسخط على الأقدار وإنما يراجع أخطاءه ليستفيد منها ويحمدها الله على كل حال فإيش بيمنعنا أن نستفيدها كذا إلا الكبر إلا الكبر ويزايد الناس بعضهم على بعض في هذا أصبح كل من يريد أن يفكر مع العدو ومع الذين فعلا يحبون أن ينهزم أن يهزم أهل الحق ويهزم المسلمون وهكذا طبعا هذا كله كوم وفكرة كيف تعاملك في النصر الواقعية الحقيقية الآن كوم آخر وعليك أن لا تغفل عنه بما تستطيع بما تستطيع وهذا فيه تفصيل وأظن الناس لم تقصر في ذكر التفاصيل المختلفة في هذا وإن كانوا يخلطونه أحيانا مع الأنتريات الفارغة فالنصر بالمال والنصر باليد والنصر باللسان مهمة جدا مهمة جدا والرد عن شبهاتهم والرد عن أعراضهم هذا كله مهم لكن كله هذا مختلف عن العنتريات الفارغة ما هي العنتريات الفارغة التي ذكرتها أكثر مرة العنتريات الفارغة هذه فكرة أنه أنت لو أنك حقا في صف إخوانك أنا لو أكون مع إخواني في معركة طيب وأحنا في المعركة الآن وأنا أدعم إخواني طيب وإخواني يقتلون وظاهر الأمر هزيمة لنا يعني نقتل قاعدين نقتل وإذا قتلنا منهم واحد بقتلوا مننا ألف فلا أجعل الأمر آه انتصرنا يا الله يا إخوان إيش يا الله يا إخوان فرح بما فعلت بما يفعل بنا يعني لا ما نفرح بالواحد اللي قتل منهم لا الصورة ليست هكذا الصورة ليست أنه في واحد قتل الصورة أنه واحد بألف هيك الصورة الكاملة هذا فرح بها أنت إيش الفرح فيه أنت إيش المبسوط عليه يعني فعلنا حركة عظيمة ولا أخر واحد اللي حتى جعل مجزرة فعلها الصهاينة واستخرجوا أسرى بمجزرة فعلوها إنه هذا ممكن يكون من حكمة المقاومة يا أخي منقول قصور ضعف أصلا ما ليس بيدهم حيلة هذا حسن ومراجعة الأمر والتفكير فيه هذا الحسن هذا الأحسن أما اتهامهم بأنهم متواطئون في هذا الإجرام لكي تظهر الحكمة لعنى الله الغباء والحماق هذه العنتريات ففرق بين هذا وهذا فلا تخلطوها بارك الله فيكم ولا تجعل الصور والأحداث أصبح إخواننا إلى أن تحصل مجزرة مجزرة جديدة فيها صور أشنع حتى يشعر الإنسان بأن هناك مشكلة طب والدماء تبعت كل يوم لا تعودنا عليه فلا تعود نفسك على ذلك لا تعود نفسك على ذلك بل علي الإنسان أن يخجل أن يخجل والله الإنسان يخجل أنه يرى بعض الأخبار ويتابعه طب ألا أليس يجب أن تشعر الأمر في نفسك نعم إذا كان هناك شيء تستطيع وفعله أشعر الأمر في نفسك حتى يدفعك للعمل لكن بعد هذا بعد هذا عليك أن تخجل وتعود نفسك الخجل من الدماء الخجل من الأخبار تخجل أن تواجهها إيش يعني أنظر أنا إلى إخوان يقتلهم إيش يعني إيش الجميل في الموضوع إيش النصرة في الموضوع أنظر إليها وأتحسر إن لم يكن عندك قدرة أن تنظر إليها فتنصر حقيقة وتدفع حقيقة وتحمي حقيقة إيش تفعل أنت تتحسر تتحسر فعود نفسك الحياء عود نفسك الخجل من نفسك الخجل أمام الله سبحانه وتعالى الخجل من الخجل مما يحصل التخجل متى تروح تتابع أخبار متى تشوف أشياء إذا شعرت أن الأمر في نفسك قد خفت إيش هو اللي خفت في نفسك خفت في نفسك رغبتك في النصر في النصرة همتك في النصرة خفتت في نفسك همتك في الإعداد خفتت في نفسك نصرتك لدين الله سبحانه وتعالى خفتت في نفسك نصرتك لإخوانك بما تستطيع خفتت في نفسك هذه الأمور تذهب لتشجع نفسك بشيء فتنظر في الواقع اللي تنظر فيه أما هذا النفوسنا تشوهت لدرجة عجيبة لا أدري من أين صراحة أبدأ بتحليلها وتفكيك المسألة لكن أحاول أن أتي بالأمثلة لأنني أبين ما أظن ولكن أنا أظن كثير من الناس قد تيبست قلوبهم وأدمغتهم وأصبحت كالتماسيح لا يفهمون وأنا قد ما أحلل قد كذا في ناس ما بفهم إلا لفراسه ولا يريد أن يفهم فهذا نسأل الله عز وجل له أن يلينا قلبه وأن يفتح ذهنه لكي يفهم أو يخلصنا منه الله مستعان نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا للنصرة والهداية ولا يجعلنا سبب الهزيمة والضلال اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر إخواننا هذا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام عليكم